اشتركوا في القناة جاء بها الوحي وأمر الله ببيعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة الكرامة على ذلك فأصلها بيعة بين الله وبين عباده تشمل أنفسهم وأموالهم والمباشر لأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثم من ينوب عنه فيما بعد وهي أنواع ودرجات فأعظمها البيعة لله صحانه وتعالى وقد أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهي على حسب ما يحتاج إليه فبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار بالعقبة كانت على بيعة النساء وهي ستة بنود هي بيعة النساء التي جاءت في سورة المتحنة يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات ويبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروفهم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار عند غزوة بدر كانت على القتال وبيعته للمؤمنين تحت الشجرة عندما علموا سمعوا أن عثمان قتل بمكة كانت على الموت وبايع عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا وبايع جليل بن عبد الله البجلي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وكذلك بيعة خلباء الراشدين المهديين على السمع والطاعة في المعروف وهذه البيعة هي التي رواها الصحابة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى وعلى أثرة علينا وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم وأن لا ننازع على أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان فهذه هي البيعة وحصل في تاريخ الإسلام بيعات أخرى جزئية وهي بيعة بعض أمراء القتال على القتال في وقته أو على الموت كما بايع ضرار بن الأزور أصحابه على الموت يوم اليرموك فضرار بن الأزور ليس خليفة ولا أمير الجيش ولكنه تبايع مع أصحابه على الموت حتى يحكم الله بينهم وبين أعدائهم أو أن يموتوا شهداء فهذا النوع من البيعات لا حرج فيه وهذه البيعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم مدام حيا وبعده لمن يتولى الخلافة وينوب عنه وإذا لم يوجد فهي لمن يقوم بأمر المسلمين العام وقد ذكر أبو عمران الفاسي والقاضي عياض والعضود الأيجي وغيرهم من كبار العلماء من المذاهب كلها أن الجماعة التي تقوم مقام السلطان هي التي تسند إليها الأمور عند عدم السلطان وذكر القاضي عياض في كتاب مذاهب الأحكام أن أبو عمران سئل عن بلد المصامدة ربما لا يكون عندهم أمير أو الأمير غير عدل أو يضيع الحدود فقال هل جماعة المسلمين تقوم مقامه في رعاية أموال اليتامى والغيب ونحو ذلك فقال إن الجماعة التي تقوم بالأمر لها مال السلطان في كل شيء وتقوم مقامه في كل شيء وحينئذ تكون البيعة هنا هي بيعة لا لكن على منهج محدد وعلى واجبات يقوم بها الفرد وعلى التزام في ذلك وعدم شق عصا ولكنها ليست ملكا لرقبته ولا لماله ولا للتصرف فيه مطلقا كما يتوهمه بعض الناس وهي عقد مشترك له جانبان جانب هو أن يقوم الأمير بخدمة الأمة وتطبيق شرعها وحماية حوزتها والدفاع عنها وبذل ما يستطيعه في نصحها وخدمتها وفي مقابل ذلك تطيعه الأمة في المعروف فهذه هي البيعة لا يمكن أن تكون البيعة هنا على جانب واحد كما يتوهمه بعض الناس يظن أن الناس يبايعون الخليفة ولكن الخليفة لا يقدم لهم شيئا في مقابل ذلك هذا غير صحيح فالبيعة لا بد أن تكون لها جانبان وهم المعقود عليهما المبيع والثمن مثلا فالله حدد ذلك فبينه في بيعة الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أمفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وبين أنه هو واف للمؤمنين بذلك فقال ومن أوفى بعهده من الله فلذلك إذا لم يقم الأمير بما بويع من أجله وجب عزله كما ذكر ذلك العضوذ الأجي في كتاب المواقف وذكره ابن عابدين في حاشيته وعدد من الأئمة أنه إذا عطل ما بويع من أجله وجب عزله وجب على الأمة أن تعزله ليقوم غيره بذلك والله يوفقنا وإياكم لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر